مجلس الوزراء قرر انه يوفق ما تحقق في الولاية الاولى للرئيس عبدالفتاح السيسي في كتاب بعنوان مصر التحدي والانجاز والحقيقة انه هذا الكتاب تحدثت فيه الى درجة كبيرة جدا لغة الارقام اتكلم عن ما تحقق خلال السنوات الاربع الماضية وهي عمر الولاية الاولى للرئيس عبدالفتاح السيسي وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اكد انه حجم المشروعات الكبرى اللي تم تنفذها خلال هذه السنوات الاربع الماضية في مختلف القطاعات الحقيقة انه قعد تشكيل خارطة مصر التموية وساهم بقدر كبير جدا في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري بنتكلم على الخدمات من اقصى الصعيد وحتى الدلتة مع اتاحة فرص العمل للشباب احنا لسه حالا دلوقتي كنا بنتكلم على هضبة الجلالة وزي ما حضراتكم سمعت وقلنا لكم انه بنتكلم عن ده مشروع من مشروعات كتيرة يعني 150 الف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر ده مشروع واحد من المشروعات الحقيقة انه كمان في هذا الكتاب تكلموا عن جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية وفكرة انه هذا الكتاب كمان حارص على ربط الانجاز اللي تحقق بالتحدي لانه من غير المنصف انك لما تيجي تفند يعني ما تم تحقيقه او ما تم انجازه او ما تم عمله في فترة زمنية معينة في دولة كبيرة زي مصر بعدد السكان الكبير طبعا اللي فيها بالظروف الاقتصادية اللي فيها من غير المنصف انك انت ما تاخدش في اعتبارك كمان التحديات اللي كانت قصادك احنا قلنا الكلام ده وكلنا عارفينه مصر كانت خارجة من ثورتين مصر كانت خارجة من ثورتين كان بعد ثورة يناير تحديدا قعدنا فترة لا بأس بها لا عندنا مؤسسات في الدولة وقفة على رجلها باستثناء القوات المسلحة ولا كان عندنا شكل عام للخارطة الاستثمارية او للصناعية او الاقتصادية في مصر اغلب المصانع والشركات او جزء كبير جدا منها ما بين انه قل العمالة ومشى ناس وقل الانتاجه لا انت كان عندك تحديات كبيرة جدا وبالتالي الكتاب ده كمان متكلم على النقطة دي او الجزئية دي انه اتكلمنا عن الانجاز بس ربطناه كمان بالتحدي اللي كان موجود وده اكيد بيعكس تقدير الدولة المصرية للجهد اللي كل واحد ممكن يكون بدله في موقعه كل شخص يعني مسك منصب او مسك حتى المواطن نفسه فكرة المواطن اللي بيساهم عن طريقه انه يكون ايجابي انه يشتغل اكتر انه يعمل بشرف يعمل بجهد ما هو ده كمان في النهاية هو مسئول مسئول بيساعد في بناء هذا الوطن في وقت كان الحقيقة حساس جدا وحارج جدا كل الحاجات دي لها دور محوري علشان نقدر نتكلم على ان احنا نتابع اللي بينفذ بالفعل الدكتور مدبولي كمان وضح انه السنوات الاربعة الماضية كانت الى جانب البناء والتشيد ايضا فيها اتخاذ لاجراءات مهمة للاصلاح الاقتصادي الدولة المصرية في نوفمبر 2016 بدأت بالفعل تنفيذ برنامج طموح للاصلاح الاقتصادي وكان مواكب معاه حزمة من برامج وسياسات الحماية الاجتماعية واشار انه جهود البرنامج بدأت تؤتي في مرها مع مطلع عام 2018 وانه ده ينعكس بشكل ايجابي على كتير من المؤشرات الاقتصادية ومنها يمكن زيادة معدل انه كان 4.4% في 2014 بنتكلم النهاردة على 5.3% انخفاض معدل التضخم نزل الى 12.9% معدل البطالة اللي نزل من 13.2% لتسعة فصلة 6% دي كلها مؤشرات اقتصادية مهمة جدا اي حد عايز يعرف الطبيعة الاقتصادية لأي بلد او الشكل الاقتصادي العام فيها او شكل الاستثمار فيها دول يمكن من اهم التلات مؤشرات اللي بيبص لهم النمو معدل النمو معدل التضخم ومعدل البطالة الكتاب كمان كتاب مصر التحدي والانجاز فيه زي بيان تفصيلي للمشروعات اللي تم تنفذها خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2018 بنتكلم على عدد من المشروعات الحقيقة انه يعني مع ان احنا بنشتغل في الاعلام وطول الوقت واجبنا ان احنا نلقي الضوء على المشروعات الجديدة دي وبننزل كتير حتى بنفسنا نغطيها ونكون موجودين في قلب الحدث ونشوف المشروعات القومية لكا لما تبقى قاعد كده على المكتب وتسمع عن عدد هذه المشروعات بتشعر بفخرة حقيقي بنتكلم على 7777 مشروع بتكلفة تصل الى 1.6 تريليون جنيه الحقيقة انه تروس العمل بحسب حتى ما وصف الكتاب في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية لن تتوقف على الدوران بيجرى حاليا بالفعل تنفيذ حوالي 3392 مشروع تكلفة الاجمالية ليهم 1.1 تريليون جنيه ومن المخطط انه يتم تنفيذ 4131 مشروع بتكلفة فصلة 1.7 تريليون جنيه من المقرر انه تبلغ الاستثمارات اللي يتم ضخها في المشروعات المنفذة والجاري والمخطط تنفيذها 15300 مشروع بتكلفة حوالي 3.4 تريليون جنيه انا باعتقد الحقيقة انه المشروعات اللي زي كده او مش مشروعات السرد خلينا نقول اللي بتكلم على كده انا عارفة كلمة انجازات احيانا بتضيق بعض الناس يعني تقول انجازات تقول طب والغلاء اللي احنا فيه طب احنا عملنا عدد مشروعات كذا طب ومش عارف المشكلة اللي فين طب ايه طب لسه مخلصناش كذا فيعني خلينا بس نكون منصفين ونقرأ كده التفاصيل دي لانه كلها طبعا يعني مثبتة ومشاريع حقيقية موجودة على الارض حاجات منها خلصت وتسلمت وبدأ العمل فيها حاجات فيها مزال العمل فيها قائم وقرب ينتهي خلاص زي كتير حتى من المشروعات اللي احنا ساعدنا باننا في مساء دريم نطلع نغطيها ومنها مشروعات بيتم العمل فيها دلوقتي حتى حجر الاساس وبيتم العمل فيها الحقيقة انه الحاجات اللي زي كده دي بتديلك امل لانه زي ما قلت ما بين اشاعات وما بين كلام وما بين احنا عملنا وانجزنا او لسه متاخرين او متعطلين او اه انجزنا بس عندنا تحديات ودي الرؤية اللي بعتقد نهاية في منتهى الايجابية الحقيقة ما بين كل هذه الامور بيبقى في النهاية او بتبقى لغة الارقام هي التي تتحدث وهذا الكتاب يتحدث عمليا بلغة الارقام لا يتحدث بكلام انشائي الاسبوع اللي فات كناك